موسيقى بعد انهاء عضويتها الحلبوسي يؤشر مخالفات بقرار المحكمة الاتحادية والسيادة يدعو لاجتماع ممثل المناطق المحررة بعد قراءة مشروع تعديل قانون مفوضية البرلمان يرفع جلسته لإشعار آخر ومراكز الاقتراع تتجهز ليوم الانتخابات موسيقى ضمن إجراءات خفض الدولار وصول أولى شحنات العملة للعراق واعتقال أخطر المضاربين والمهربين تتابعون في نشرتنا أيضا لهذه الساعة اشتباكات ضارية بمحاور التوغل في غزة الاحتلال يقتحم مستشفى الشفاء وصواريخ باليستية يمنية تستهدف إيلات من العنوين إلى التفاصيل أهلا بكم أكد رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي أن المحكمة الاتحادية لم تراعي كل شروط إنهاء عضويته من مجلس النواب الحلبوسي وفي تصريح صحفي شدد على أن واجب المحكمة الاتحادية الالتزام بالدستور وتطبيق نصوصه بنحو غير قابل للإجتهاد لم تراعي المحكمة الاتحادية كل هذه الشروط التي تتعلق بالعمر والتي تتعلق بصدور حكم قضائي من مجلس القضاء الأعلى بات وبالتهم الفساد الإداري والمالي وأيضا التهم الجنائية المخلة بالشرف وأن لا يكون من أفراد القوات المسلحة ومن فوضية الانتخابات كل هذه التفاصيل لم تراعيها المحكمة الاتحادية والمحكمة الاتحادية مختصة بتطبيق الدستور وواجبها تطبيق الدستور وواجبها الالتزام بالدستور والنصوص القانونية النافذة إذا تنازعت الأطراف دستوريا وقانونيا فتلجأ إلى المحكمة الاتحادية التي يجب أن تكون هي الأكثر التزاما بتطبيق النصوص الدستورية الغير قابلة للإجتهاد نص دستوري واضح هي من تفصل بالنزاعات الدستورية فإذا من معني ومن مسؤول بإلزام الآخرين بالدستور يخالف الدستور فأين يلجأ المختصمون هذا مؤشر خطير أخوانا نحن بالبلد الذي يرعى مصالح الجميع ويحفظ الجميع ويلزم الجميع هو نصوص دستورية تحفظ لكل ذي حقا حقا الحلبوسي أشار أيضا إلى أن المحكمة الاتحادية لا يحق لها النظر بصحة عضوية نائب إلا بعد قرار من البرلمان مطالبا بعودة الجميع للالتزام بالدستور العراقي المادة 52 والدستور وهذا النص الوحيد الذي أتاح للمحكمة الاتحادية بخطوات سأذكرها عليكم أن تنظر بصحة عضوية أين أبنى النواب المشرع عندما شرع الدستور وصوت عليه شعب وأصبح الدستور نافذا حدد المسارات المادة 52 من الدستور تقول التالي أولا يبت مجلس النواب في صحة عضوية أعضائه خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسجيل الاعتراض بأغلبية ثلثي الأعضاء يعني يأتي المواطن أو المتضررسين يطعن بصحة عضوية النائب الخطوة الأولى يذهب إلى صاحب القرار مجلس النواب يقدم طعن إلى مجلس النواب يطعن بصحة عضوية المدعى عليه والقرار يأخذ من مجلس النواب بأغلبية الثلاثين المشرع من خلل هذا النص هو للحفاظ على السلطة التشريعية على الجميع أن يعود إلى الالتزام بالقانون والالتزام بالدستور وأن يفهم كل شركان السياسيين أن المخالفات الدستورية تضر بالنظام والضر بالبلد بشكل عام لا تضر فقط بالأفراد أصدر حزب تقدم أربعة قرارات ردا على قرار المحكمة الاتحادية العليا بإنهاء عضوية رئيس البرلمان محمد الحلبوسي من المجلس الحزب في بيان نكد أن قراراته تقضي بمقاطعة جلسات اتلاف إدارة الدولة واستقالة وزراء التخطيط والصناعة والثقافة فضلا عن استقالة نواب الحزب من رئاسات اللجر نيابية بالإضافة إلى مقاطعة جلسات البرلمان من قبل النواب هذا ودع حزب السيادة برئاسة خميس الخنجر إلى اجتماع عاجل لقيادة وممثل المناطق المحررة لمناقشة قضية إنهاء عضوية رئيس البرلمان محمد الحلبوسي الحزب في بياننا كد احترامه لقرارات القضاء مبينا أن الاجتماع المقبل سيناقش ملف إقالة الحلبوسي ودراسة اتخاذ خطوة مستقبلية على خلفية هذا القرار لافتان إلى أن الاجتماع سيضم جميع القيادات لتلك المناطق وكانت المحكمة الاتحادية أنهت عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي والنائب ليث الدوليمي المحكمة في بيان أوضحاتنا الحكم جاء بناء على الدعوة المرقمة تاسعا اتحادية قررت بموجب الحكم الصادر فيها إنهاء عضوية الحلبوسي والدوليمي اعتبارا من تاريخ صدور الحكم الثلاثة قرارا باتا وملزما للسلطات كافة قررت المحكمة الاتحادية العليا مالي أولا عدم صحة الأمر النيابي المرقم واحد على تسع على خمسة الصادر عن الأمانة العامة لمجلس النواب بتاريخ خمسطعش واحد ثلاثة وعشرين المتضمن إنهاء عضوية النائب ليث مصطفى حمود الدليم بناء على استقالته والأمر النيابي المرقم مية ستة وثلاثين الصادر بتاريخ أربع خمسة ثلاثة وعشرين المتضمنة على التصوير الأمر النيابي المرقم واحد على تسع على خمسة في خمسطعش واحد ثلاثة وعشرين بقبول استقالة النائب ليث مصطفى حمود الدليمي اعتبارا من سبعة خمسة وثلاثة وعشرين بدلا من خمسطعش واحد ثلاثة وعشرين ثانيا إنهاء عضوية النائب ليث مصطفى حمود الدليمي اعتبارا من تأريس صدور هذا الحكم في أربعة عشر دعش ثلاثة وعشرين ثالثا إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد ريكان الحلبوسي اعتبارا من تأريس صدور حكم في أربعة عشر دعش ثلاثة وعشرين رد طلبات الشخص الثالث باسم خزع الخشان كونها محل لدعوة أخرى قرارا باتة مملزة من الكافة السلطات وأفهمها بتاريخ هذا اليوم وصدرها بالأكثرية قال نايب عن الديمقراطية الكردستاني محمد خليل إن البرلمان يجب أن يستمر بعمله بعيدا عن تأثره بإنهاء عضوية رئيسه محمد الحلبوسي وأكد خليل أن الاستحقاقات التشرعية تتطلب عقادة جلسات برئاسة النائب الأول لحين اختيار رئيس جديد للمجلس نحن أمام استحقاقات مهمة وطنية وإنسانية مسلحة الشعب العراقي العراق والمسلحة والشعب العراقي أكبر من جميعنا شهادة لله استقبلت أعلنت السيد الحلبوسي أمام مجلس النواب إنها عضويته وثمثيل امتثاله أمام القرارات المحكمة اتحادية بإنها عضويته أنا أعتقد ستستمر الجلسات المجلس النواب وتدار من قبل نائب الأول ونائب رئيس لحين إقرار قانون المجلس المفوضين إذن مشاهدين الكرام للحديث عن هذا الملف ينضم معنا في الاستيديو الخبير القانوني سيد صفاء اللامي أهلا ومرحبا بك سيد صفاء أهلا وسهلا بك سيد صفاء بدء أن نتحدث عن قرار المحكمة الاتحادية بإنهاء عضوية سيد محمد الحلبوسي من البرلمان ما شرعية هذا القرار وما هي المواد القانونية لهذا القرار لا شك أن قرار المحكمة الاتحادية يوم أمس ثار جدلا كبيرا لدى أوصات كثيرة من أبناء الشعب سيما البرلمانيين من جهة أبناء الشعب العراقي صحفيين إعلاميين قانونيين من جهة أخرى وبالتالي فإنه كقانوني أرى أن قرار المحكمة الاتحادية كان قرارا صائبا باعتبار أن المؤسسة الدستورية الوحيدة التي تصوب عمل البرلمان وتنظر في الطعون الدستورية المقدمة إلها بموجب اختصاصاتها المنصوص عليها دستوريا ويدخل ضمن اختصاصها هو فضل المنازعات التي تحدث بين النواب أنفسهم أو بين السلطة التشريعية وأحيانا الحكومة الاتحادية أو بين المحافظات الغير منتظمة بإقليم والسلطة الاتحادية وبالتالي فإن قرار المحكمة الاتحادية جاء منسجما مع مبادئ الدستور أما موضوع الطعن وتشكيك بقرار المحكمة الاتحادية من قبل سيد رئيس مجلس النواب اليوم تطلع في مؤتمر صحفي والبارحة أعلن في بيان وردود الأفعال التي أثيرت من قبل حزب تقدم وجموعة من الوزراء والنواب قدمها واستقالاتهم هذا لا يسمن ولا يغني منجوع كون أن قرارات المحكمة الاتحادية هي باتة وملزمة للسلطات كافة وبالتالي لا يجوز اطبعا فيها وإذا كانت هناك أوراق ضغط سياسية يلعبها بعض السياسيين فإنها يجب أن لا تمتد إلى سوح القضاء على اعتبار أن القضاء هو مستقل وتطبيقا لمبدأ الفصل بين السلطات لا يجب التدخل في أعمال السلطة القضائية فالمحكمة الاتحادية رأت من خلال تحقيقاتها على مدار عام كامل من نظر هذه الدعوة المرقمة تسعى اتحادية لعام 2023 أن هناك تلاعب وتزوير وهناك صورة من صور التزوير المعنى التي قام بها رئيس مجلس النواب واستغلالا لوظيفته واستغلالا لمنصبه وبالتالي خرق لنظام الداخل للمؤسسة التشريعية وخرق للدستور باعتباره رئيس أعلى سلطة تشريعية وبالتالي لم يقوم بتطبيق الدستور بصورة صحيحة تجاه ممثلي الشعب وهو المدعي النائب اللي ليث دليامي اللي أقام الدعوة كان هناك استقالة مأخوذة على ورقة بيضاء للدورة السابقة الدورة الرابعة وليس الدورة الخامسة وتم تنفيذها على مرتين متتاليتين هناك تلاعب في الكتب الموجهة من قبل مجلس النواب من خلال أمانة العامة لمجلس النواب من خلال مكتب النائب الأول ومكتب النائب الثاني فعلى مدار هذه العام الكامل كانت المحكمة تبحث في تحقيقاتها وتفاتح هذه الجهات بعد أن توصلت إلى قناعة تامة بهناك تلاعب وعدم تطبيق لمبادئ الدستور هناك خلق ولا يمكن لهؤلاء الشخصيتين أن يكون مدفلين الشعب سيد صفاء لو سمحت لي بشرح تفصيلة أو جزئية معينة من الناحية القانونية اليوم المحكمة الاتحادية العليا العراقية هل يحق لها النظر بمخالفات أعضاء مجلس النواب؟ نعم سيدتي الكريمة أن مجلس النواب السلطة التشريعية على مدى الدورات السابقة لم تشرع قانون ليعاقب ويفرض جزاءات على المتخلفين يعني نحن عكل أزماتنا السياسية في أوقات سابقة منها النواب اللي يمتثلون لرئيس الكتلة النيابية ومنها أنه أعضاء مجلس النواب يعطلون عمل جلسات مجلس النواب شفناهم أكثر من مرة أنه ما يدخلون لجلسات مجلس النواب ومنها يمتنعون عن التصويت ومنها كثير من التلاعبات اللي تكون وهذا بسبب عدم وجود قانون يجرم حتى منها تعطيل جلسات مجلس النواب إلى أوقات تخالف الدستور يعني مدد قانونية غير مسموح بها دستور يعني كم مرة وقعنا في الفراغ الدستوري هذا كله بسبب عدم وجود قانون المفروض هي السلطة التشريعية الشرع قانون يفرض جزاءات على أضاء مجلس النواب المخالفين أما نحن أمام هكذا فراغ تشريعي فالمحكمة الاتحادية صاحبة الاختصاص على الاعتبار هي المحكمة الدستورية الأولى في البلد التي تنظر وتحمي وتطبق الدستور بصورة صحيحة وتراقب أعمال السلطتين تشريعية والتنفيذية والمنازعات والواقعة بين هذه السلطات وبالتالي هي صاحبة الاختصاص يعني رئيس مجلس النواب عندما تلاعب مع النائب المدعي اللي هو ليث الدليامي قبول استقاله ورفضها ورجع صوت عليها وحتى من خلال قرار المحكمة الاتحادية البارحة ورئيس المحكمة الاتحادية عندما نطق بالحكم ذكر كل تفاصيل وحيثيات الدعوة طيب لماذا أيضا أقيل النائب سيد صفاء لأنه معتبرتهم المحكمة الاتحادية اثنينهم توصلت إلى قناعة أنهم اثنينهم يعني مخالفين للنصوص الدستورية على اعتبار أنه النائب هو ممثل للشعب وممثل للشعب يدافع عن حقوق الشعب ويطبق مبادئ الدستور ما المفروض ينطي ورقة بيضاء على توقيعها يعني قناعة اللي وصلتها المحكمة الاتحادية وهي محكمة حالها الباقي المحاكم بعد إجراء التحقيقات اللازمة والتدقيق في حيثيات الدعوة يعني اقتنعت أنه الشخصيتين لا يستحقون أن يكونوا ممثلين لأبناء الشعب العراقي على اعتبار أنه النيابة لكل أفراد الشعب العراقي أن لا يكون النائب بهذه الصورة وهذه الكيفية يعني ينطي ورقة بيضة يعني استقالت أن ينقاد لرئيس الكتلة على اعتبار أنه تطبيق مبادئ الدستور هي الأسمى والأعلى لممثل مجلس النواب في مؤسسة تشريحية طيب سيد صفا يعني أرجو من حضرتك توضيح هذه المسألة توجد سلسلة حلقات ومراجع بالتأكيد لإصدار القانون واكتساب الدرجة القطعية والبات هذا القرار للمحكمة الاتحادية العليا هو قطعي وبات لا يوجد أي استئناف أو تمييز له سيد صفا نعم هذا قرارات المحكمة الاتحادية بموجب قانونها قانون المحكمة الاتحادية تعتبر قرارات المحكمة الاتحادية باتة وملزمة للسلطات كافة ولا يجوز الطعن بها وبالتالي هذا القرار واجب التنفيذ موضوع السيد محمد الحلبوسي والنائب ليث الدليم انتهى خلاص قرارات المحكمة الاتحادية يعني المحكمة الاتحادية عندما أصدرت قرارات في أوقات سابقة كان سيد محمد الحلبوسي واحد من المرحبين بقرارات المحكمة الاتحادية ودائما ينادي عبر بيانات أو حتى لقاءات التلفزيونية والصحفية بوجوب احترام قرارات المحكمة الاتحادية حتى عندما تحدث أزمة بين الإقليم والحكومة الاتحادية والمحكمة الاتحادية فصلت بها وتذكرين حضرتك قانون النفط والغاز وغيرها من القرارات المهمة التي اتخذتها المحكمة الاتحادية سيد محمد الحلبوسي كان واحد من الموجهين لأبناء الشعب والطبقة السياسية بضرورة احترام قرارات المحكمة الاتحادية اليوم يطلع بالمؤتمر الصحفي يرفض بقرار المحكمة الاتحادية ويلوح ما بين الأسطر إلى أن هناك مقاطعة سياسية وأنه ممكن أن يتشنج الوضع الأمن وهذا مفهوم سياسي خاطئ لربما سيد صفا هو يرد فعل طبيعي مبدئيا بس مبهى الطريقة على اعتبار أنه سياسي وشغل المنصب لمدة خمسة أعوام ويرشح نفسه على أنه زعيم لطائفة معينة الصراع بين زعامة المكون السني يعتبر نفسه زعيم لهذا المكون ما المفروض أنه لغة التهديد والوعيد اللي البارحة صصرت بالبيان أنه ذكر تفصيلة مهمة يعني أثارت انتباه كثير من المتابعين أنه نحن منذ عام 2014 نرفض العملية السياسية هذه اللهجة وهذا الخطاب ما يصدر من سياسي المفروض القضاء طلع من السلطة القضائية والسلطة القضائية هي السلطة المستقلة بموجب القوانين والنصدوص الدستورية التي أنت ترعاها والمفروض تحميها أنت كرئيس سلطة تشريعية لغة السياسة لا تكون بمنطق التهديد والوعيد سيد صفاء شكرا لك على الإضاحات القانونية الدقيقة والمعلومات القانونية بالتأكيد كنت معي في الاستيديو الخبير القانوني سيد صفاء اللامي شكرا قرأ مجلس النواب القراءة الأولى لمشروع تعديل قانون مفوضية الانتخابات فيما رفع جلسته إلى إشعار آخر الدائرة الإعلامية للبرلمان ذكرت أن المجلس صوت على رئيس الإدعاء العام نجم عبدالله أحمد ورئيس هيئة الإشراف القضائي ليث جبر حمزة فيما رحل فقرة التصويت على مقترح تعديل قانون إقامة الأجانب وقوانين أخرى إلى جلساته المقبلة أكد رئيس الجمهورية عبداللطيف رشيد والوزراء محمد الشيع السوداني على أهمية إجراء انتخابات مجالس المحافظات وتوفير مستلزمات نجاحها السوداني ورشيد شددا على أهمية تكاتف الجهود لدعم الحكومة في تنفيذ برنامجها الحكومي في تثبيت الأمن والاستقرار والمضي في تقديم الخدمات وإسناد الأصلاح في مجال مكافحة الفساد كما شهد اللقاء بحث سير التحضيرات والتهيئة لانتخابات مجالس المحافظات المقرر أن تقام في كانون الأول المقبل أكدت مفوضية الانتخابات تهيئة المراكز الانتخابية بنسبة 95% رئيس الإدارة الانتخابية عباس الفتلوي قال أن أكثر من 16 مليون ناخب سيشاركون في الانتخابات المحلية المقبلة مضيفا أن أكثر من مليون و30 ألف ناخب حدثوا بياناتهم الانتخابية قال أعضو اللجنة القانونية محمد الخفاجين المفوضية العليا للانتخابات تحتاج إلى وقت أطول من المتبق في عمرها الدستوري لاستكمال العملية الانتخابية المقبلة الخفاج يكد أن مقترح تمديد عمر المفوضية يحتاج إلى ثلاث جلسات بين قراءة ومناقشة وتصويت انتهي عملها يوم 7-1-2024 يعني تحديدا بعد تقريبا سبوعين أو ثلاثة من إجراء الانتخابات المزمع قامتها يوم 18-12 اللي هي انتخابات مجالس المحافظات فبعد هذه الفترة المتبقية تكون فترة قليلة لا ممكن أن المفوضية تنهي عملها لأنه تحتاج إلى النظر بالطعون وشكاوة وغيرها فتحتاج مدة الأقل من شهرين فصال رأيي أنه تعديل المادة سابعا أولا اللي تقول أن المفوضية الانتخابات ينتهي عملها بعد أربع سنوات المرسوم الجمهوري فالأربع سنوات تنتهي مثل ما أشرت بالتاريخ اللي هو يوم 7-1-2024 فصال تقديم من تمديد ستة أشهر القانون يطلب إلى حقيقة أكثر من جلسة يعني تقديم من ثلاث جلسات نحتاج قراءة أولى وقراءة ثانية وتصويت مهم هذا التعديل ليش لأنه بالنتيجة ما ممكن أنه حقيقة نكون أمام مفاجآت بعد الانتخابات وبالنتيجة أمام إنهاء لعمل المفوضية والانتخابات غير مكتملة القرار الأسلم والأصح والمفروض يكون هو انتخاب مفوضية جديدة ومجلس مفوضين جديد ولكن هذا حقيقة غير ممكن بالوقت الحالي أنت أمام انتخابات بعد أقل شهر أو أكثر من شهر من جهتي قال نايب حيدر شمخي أن عمل المفوضية لا يتعلق فقط بيوم الانتخابات وإنما هناك متعلقات تحتاج تواجدها طيلة فترة دراسة النتائج وإعلانها من ثم البت بالطان انتخاباتي لا تعني يوم الانتخابات فقط يعني تحتاج إلى إعلان نتائج وتحتاج إلى فرز وتحتاج إلى فترة طعون وغيرها متعلقات كثيرة معناها حتى ما دام المجلس صوت وقانون نافذ بغض النظر شنو هو القانون انتخابات كان احنا موافقين على ما وموافقين مثل ما تعرفوا احنا ما صوتنا على القانون انتخابات في وقتها لكن وبالتالي قانون نافذ أخذ التصويت وأخذ الأغلبية في وقتها ما دام أكو قانون يعني معناه يجب خلق الظروف لهذا القانون لتطبيقه وبالتالي ذاهبين لانتخابات مجالس محافظات رئيس تجمع الفاوزاخو النائب عمر عبدالجبار قال أن توجه الأسلم حاليا هو تأجيل الانتخابات عبدالجبار برد هذا الاقتراح بأهمية مراعاة مشاعر جمهور التيار الصدري تجنبا لأي سيناريو مستقبلي لا تحمد عواقبه وفق تعبيره ذرت من قضية تمرير موعد الانتخابات بعد قرار السيد الصدر بمقاطعته للتصويت يعني هو مقاطع كمشاركة لكن قبل يومين علن مقاطعته في التصويت والمشاركة هذا حقيقة ما يمكن أنه المفروض الكتل السياسية الحاكمة أن تحترم مشاعر جمهور التيار الصدري وأن يكون هناك معالجة إلى هذه المشكلة لأنه لا سامح الله حتى لا تكون أحداث لا يحبط عقبها نحن كمعارضة نحن لا نتمنى أن تكون انتخابات ولأنه كنا محتاجين منذ قانون تمرير قانون الانتخابات وفق طريق السانتليغو أعلن مصدر حكومي وصول 100 مليون دولار إلى العراق كشحنة أولى لأحد المصارف المصدر قال أن البنك المركزي أصدر خلال اليومين الماضيين موافقات رسمية لثلاثة مصارف أهلية عراقية لاستيراد الدولار الأمريكي لتلبية حاجة زبائنها من العملة لافتان لأن المصرف العراقي للتجارة يجري مناقشات مهمة حالياً مع عدة شركات دولية لنقل مبالغ مالية تصل إلى 120 مليون دولار خلال الأيام القليلة المقبلة أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر صالح احتياطي البلاد من العملة الأجنبية يعد الأكبر في تاريخ العراق المالي صالح قال أن الاحتياطي بلغت قيمته أكثر من 100 مليون دولار كما أشار إلى أن حزمة السياسات الحكومية تهدف لأحتواء الضوضاء التي زرها المضاربون بالعملة الأجنبية في السوق الموازية بغية التربح على حساب الاستقرار الاقتصادي انخفضت أسعار صرف الأسواق الموازية إلى 156 ألف دينار مقابل 100 دولار مرسلوه الرابعة ذكروا أن أسعار البيع في محال الصير فبلغ 157 ألف دينار مضيفين أن الشراء كان 155 لكل 100 دولار في ظل تذبدب الذي طرأه بشكل كبير على أسعار صرف الدولار يتجه البنك المركزي لاتخاذ حزمة إجراءات يقولوا أنها ستسيطر على السوق اقتصاديون استطلعت الزميلة زينب ستار أرأهم أكدوا أن هذه الإجراءات إن غاب عنها عامل الجدية فلن تحقق الهدف المرجوى منها سلبية واسعة وانخفاض القدرة الشرائية نتيجة استمرار صعود الدولار بالأزمات وانخفاضه بالإصلاحات فأصحاب المحال الذين اشتروا بضاعتهم أثناء ارتفاع أسعار الصرف صاروا بين الخسارة ورفع الأسعار مما ولد موجة فوارق في الأسواق المحلية يعني صاعد نازل صاعد نازل الناس مدى تعرف نفس التجارة مدى تعرف شون تابت لازم يكون الورق تابت إحنا لي كل مية وثين وثلاثين لي كل مية وخمسة وثلاثين يعني هو لازم يصير رينج بالنسبة للناس لازم يعني حتى أن الناس يصير تدخل محدود يجي يتبضع على قدرات باو ينتهي مواطن يعني هو أغلب المواطنين العراقيين هم مواطنين بسطة يعني دخلهم اليومي أو الشهري يكون محدود فلذلك أنه السوق بشكل عام من أنت تروح تتبضع أو أنت تروح تشتري أشياء مثلا خاصة بيك أو بأطفالك رح تلقى أنه الأسعار جدا عالية بسبب ارتفاع سعر الورقة نفسه خبراء الاقتصاد أوضحوا خطوات البنك المركزي التي يروم عن طريقها السيطرة على الأسواق السوداء وذلك عبر تنويع العملات المتداولة وتخفيف وطأة الضغط على طلب الدولار والمحافظة على قيمة الدينار دون انكسارات جديدة طبعا من الواضح أن البنك المركزي استطاع أن يجبر التجار العراقيين على التعامل بعملات مختلفة عملية السماح للمصارف العراقية بالتعامل من خلال المصارف الأردنية مثل هذا الإجراء سيساهم في التسريع بموضوع تلبية طلبات التجار بمعنى أن التجار يفترض أن يستثمرون هذا الانتقال في عملية التحويل لغرض الاستفادة من المنصة والتعامل بشكل فوري مع أغراض العراقيين ويواصل البنك المركزي تحركاته داخليا وخارجيا لإصلاح النظام المصرفي بالعراق وأتمتة إجراءاته فضلا عن تسهيلها أمام التجار الراغبين بالتسجيل في المنصة الإلكترونية وإنهاء وجود ما يسمى بالسوق السوداء زينب ستار قناة الرابعة بغداد أعلن جهاز الأمن الوطني القبض على أحد أخطر المتورطين بملف تهريب العملة عبر إدارته لأكثر من مصرف ومؤسسة مالية وذكر بيان للجهاز أن المتهمة يتحكم بتدول عشرات الملايين من الدولارات يوميا خارج السياق القانوني وذلك من خلال امتلاكه عدة مصارف لديها تعاملات مع العديد من شركات الصيرفة مشيرا إلى أن العملية جرت وفق إجراءات قضائية أصولية بعد محاولة المتهم الهروب إلى خارج العراق بعد جولة من الصعود والنزول يفرض الدولار سطوته بامتياز على السوق العراقية ليضع وفق ما يشاء قوانين ورؤى تثقل كاهل المواطن العراقي كساد يضرب الأسواق بسبب الارتفاع في سعر صرف الدولار رفعا معه وسعر السلع والملتجات والمواد التجارية يتحدث أصحاب المحال والأعمال الحرة عن توقف شوهتام لأعمالهم هنا في ذقار كل يعرف أنه الدولار مرتبط بالأسواق بأسواق العراق اليوم تعرف الأسواق اللي جاي اليوم تصعد كلش صعود مو طبيعي ضرر بها الفقير اللي ما يحمل رواتب وأغلب المواطنين هم يعني من العاطلين يعني بصراحة وتأذوا كلش يعني بصراحة المواطن الفقير اللي لا عد لا راتب ولا أي شي هو فقط الوحيد المتضرر من ارتفاع سعر الدولار يعني والتجار يعني بس يسمع شوية صعود الدولار قبل زيد الأسعار حتى إذا نزل الدولار تبقى الأسعار ثابتة يعني صعدة مئة وستون دينار للمئة دولار يرتفع أو ينخفض قليلا عن ذلك والثور المهيمن على السوق يضع المواطنين في حيرة ومراقبون عزوا أسباب ارتفاع الدولار لغياب الحلول الحكومية الجدية الدولة لا تتكلم فقط ولكنها لا تقوم بأي إجراءات للحد من ارتفاع سعر الدولار وردع المضاربين والمهربين وهذه قضية أصبحت معروفة القاسي والداني ارتفاع سعر الدولار المستمر توجد طبقة تزيد غناها غناء آخر والفئة الأكبر من المجتمع العراقي تزاد فقرا بسبب هذه المعادلة المحاولات الحكومية لفرض السيطرة على سعر صرف الدولار لم تنجح جميعها رسميا هو الصور المنخفض المتداول في منصاتها وعند النزول إلى السوق تجد الموازية هو سيد الموقف ومع ارتفاع الدولار وما يقابله من صعود في السوق يتوقعه اقتصاديون زيادة نسبة الفقر في البلاد في ظل وجود سبعة ملايين شخص يعيشون على راتب الرعاية الاجتماعية من ذي قرنوش صادق الرابعة أعفت الولايات المتحدة الأمريكية العراق من العقوبات لدفع أموال لإيران مقابل الكهرباء مسؤولون أمريكيون قالوا أن واشنطن جددت الإعفاء لمدة 120 يوما ما يسمح لبغداد بدفع الأموال لطهران خلال الفترة المحددة مضيفين أنه لا يكون بوسع إيران استخدام هذه الأموال سوى في التجارة المرتبطة بأعمال إنسانية أصبح التخلخلو عن عدم الاستقرار صفة ملازمة للاقتصاد العراقي في تفرد قطاع خاص مشوه وتراجع كبير لفرص العمل المطروحة في سوق العمل في الوقت الذي يشهد الاقتصاد العراقي تفوتا بنعدام الاستقرار والثبات أصحاب المشاريع بفئاتهم والأيد العاملة قد تأثر الكثير منهم بتقلبات السوق وأسعاره المختلفة فالبطالة في سوق العمل بدأت ترتفع نسبها بسبب تقليص الفرصي في القطاع الخاصة ملف الاقتصادي في العراق نمر له بعيون سياسية لذلك عدم استقرار الوضع السياسي عكسه بشكل كبير على الوضع الاقتصادي مما تولد في حالة انكماش كبير في الدورة الاقتصادية بالعراق وبالتالي ارتفعت نسب التضخم اعتقد ارتفعت نسب البطالة بسبب توقف أغلب مشاريع العمل المتوسطة والصغيرة في القطاع الخاص المصانع الحكومية والمعامل والشركات تعطيلها قد أعطى للقطاع الخاص فرصة التحكم بالواقع الاقتصادي فأي متغيرات تصيب السوق العراقية يصبح صاحب العمل وعماله مهددين بخسارة أرزاقهم المشاريع الحكومية إذا فعلت الغالبية منها باستطاعتها احتواء عداد كبيرة من الأيد العاملة وكذلك تدعم أصحاب روس الأموال وتحافظ على استقرار الأسواق كل عدم استقرار الاقتصادي سيؤثر على السوق وعلى القطاع الخاص والقطاع العام وعلى كل الاقتصاد في البلد لأنه هي مثل السيسم ومتبطر أحدها بالأخرى هو تفعيل القطاع الحكومي تشغيل المصانع المتوقفة ومصانع الدولة كلها مصانع عملاقة كل واحد يستوعب لألاف العمال ليش هذا متوقف إضافة إلى ضعف التخطيط بالنسبة للدولة الاختلال الاقتصادي في العراق قد ولد نوعا من الإرباك وأثر بشكل عالي على أصحاب رؤوس الأموال ومن المحتمل بأن استمراره سيرفع من نسب البطالة في سوق العمل أحمد ليث بغداد قناة الرابعة أطلق رئيس مجلس الوزراء محمد الشاع السوداني ثلاث مشاريع جديدة من أجل فك الاختناقات المرورية في العاصمة بغداد مكتب السوداني ذكر أن الأعمال التنفيذية للمشاريع الجديدة انطلقت بوتيرة عالية مضيفا أن رئيس الوزراء أطلق اسم غزة على الجسر الجديد الرابط بين الزعفرانية والطريق السريع شك مشاريع جديدة نضع لها حجر الأساس ونباشر بالتنفيذ لن نقف أمام أي حالة تلكه وكل المشاريع اللي أتابعها أنا أشوف المخطط أكثر المنفذ أكثر من المخطط بالتأكيد هذا ما يتم إلا من خلال شركانه اللي هم الشركات القطاع الخاص الشركات اللي موجودة اليوم في هذا اللقاء شركات معروفة وعتها عمال منجزة وبالتأكيد تنفيذ هذه المشاريع سوف يضيف إلى سجلها في تنفيذ المشاريع بالشكل الصحيح يهمنا أنه ننفذ وفق المواصفة شبتات العمل الثلاثة يمكن راح تساعد خصوصا المسائية بعيدا عن ذروة الحركة بما أنه الجسر مميز والي أول مرة منذ عام 2003 ينشأ جسر على نهر دجلة في العاصمة الحبيبة بغداد لذلك اخترنا اسم أيضا مميز لهذا الجسر واطلقنا على جسر في هذه البنطقة جسر غزة اتهم مواطنون في النجف الأشرف جمعية الإسكان التعاونية بالنصب والإحتيال عليهم بعد أن تقاضت أموالا منهم لغرض منحهم قطع راضي وقال المحتجون لمراسلنا تحسين الشيخ في المحافظة إن الجمعية تنصلت من التزاماتها معهم نناشد السيد رئيس الوزراء المحترم والسيد المحافظة المحترم وجميع الشرفاء الطيبين أن ينظروا إلى هذه الناس الفقراء الذين نصب عليهم من قبل جمعية الإسكان في محافظة النجف الناس اشترت من هذه الجمعية قطع راضي في منطقة الحيدرية نبعت عرصات غير قانونية ومزورة من ذاك اليوم اليوم ما قدمنا ما خليني شيء ما ناشدنا ناشدنا رئيس الوزراء ناشدنا الأمة كلها كل اللي ناشدنا ما سواء نعمل قدمنا مئة شكوة بالنزاهة نزاهة محافظة النجف الأشرف في الصدر علي القالقبض دخلوه ساعة ساعة بالعشرة طلعوه ساعة بهدعش بكفالة 50 مليون دينار وطعتنا سندات مزورة زين بأراضي زراعية بالحيدرية ومناشدنا أكثر من المناشدة هذه واشتكينا بالمحكمة أهلا بكم مجددا وفق مجلس الوزراء على قيام لجنة تسليم التبرعات لإغاثة المدنيين في غزة باستلام المواد الإغاثية الموجودة في مخازن جمعية الهلال الأحمر وقال الناطق باسم الحكومة باسم العوادي إن اللجنة ستقوم بإرسال المساعدات الموجودة في المخازن إلى أهالي القطاع كنوعا من الدعم للقضية الفلسطينية فقط على قيام اللجنة المؤلفة بموجب الأمر الصادر بكتاب مكتب رئيس مجلس الوزراء المؤرخ في 12 تشرين الأول 2023 باستلام المواد الإغاثية الموجودة في مخازن جمعية الهلال الأحمر العراقي وإرسالها إلى أهالي قطاع غزة نظرا للأوضاع المأساوية نتيجة العدوان الصهيوني ودعما للقضية الفلسطينية يتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الأربعين حيث اقتحم جيش الاحتلال مجمع الشفاء الطبي بزعم اطلاق عملية ضد حركة حماس فيه ميدانيا أعلن الاحتلال مقتل جنديين وإصابة أربعة آخرين مما يرفع عدد قتله منذ بدء العملية البرية إلى 47 لكن كتائب عز الدين القسام أعلنت أن مقاتليها تمكن منذ صباح ثلاثاء من قتل تسعة جنود إسرائيليين وتدمير 22 من الدبابات والآليات في كافة محاور التوغل في قطاع غزة أكد الإعلام الحكومي بغزة نقتحام الاحتلال الإسرائيلي مجمع الشفاء جريمة حرب مكتب الإعلام الحكومي ذكر أن الاحتلال قصف خلال حصار مجمع الشفاء خمس مبان وأطلق النار على جميع المدنيين مضيف أن المجازر التي ارتكبها في المستشفيات خلفت 700 شهيد أكد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جوني كيربي أن هناك معلومات استخبارية حول استخدام حماس المستشفيات بالأنشطة العسكرية كيربي قال أن حركة حماس لديها مركز قيادة في مجمع الشفاء في القطاع وأن الإدارة الأميركية لا تريد أن يتضرر المستشفى أو المدنيون الذين يحتمون فيه مضيفا أن أبعاد المعارك عن المستشفيات أمر ضروري أدى عضو المكتب السياسي لحركة حماس أزت الرشق اقتحام الاحتلال لمستشفى الشفاء يعكس حجم الهزيمة التي تكبدها الاحتلال الرشق في تصريح قال أن مشاركة الإدارة الأميركية في حملة الأكاديب حول استخدام المقاومة للمستشفى تجعله شريكا في حرب الإبادة على غزة وصول دبابات الاحتلال إلى الشفاء ليس إنجازا فالشفاء مرفق مدني طبي وليس تكن عسكرية ومحاولة تنياهو وجيشه تصوير ذلك كإنجاز أو انتصار يعبر عن الفشل والارتباك وعمق الهزيمة التي تكبدوها انضمام البيت الأبيض والبنتاجون إلى حملة الأكاديب الصهيونية عن استخدام الشفاء من قبل المقاومة يجعل الرئيس الأمريكي بايدن شريكا كامنا مع الاحتلال في هذه الجريمة وفي حرب الإبادة التي يتعرضها شعبنا الفلسطيني اقتحامهم مستشفى الشفاء يعني أنهم غاسوا أكثر وأكثر في مستنقع غزة وتهيئت فرص أكبر لأبطال الخسام لاستهدافهم وتكميدهم مزيدا من الخسائر أكد الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع اطلاق صواريخ باليسية على أهداف إسرائيلية في منطقة إيلات مشيرا إلى عدم ترددهم بعد الآن لاستهداف أي سفينة إسرائيلية بالبحر الأحمر أو أي مكان ابتداء من الآن أطلقت قواتنا المسلحة بعون الله تعالى دفعة من الصواريخ الباليسية على أهداف مختلفة للعدو الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة منها أهداف حساسة في منطقة أم الرشراش إيلات وذلك بعد أربع وعشرين ساعة فقط من عملية عسكرية أخرى نفذتها قواتنا المسلحة بالطائرات المسيرة على ذات الأهداف إن القوات المسلحة وضمن عملياتها العسكرية ضد العدو الإسرائيلي تؤكد البداء في اتخاذ كافة الإجراءات العملية لتنفيذ التوجيهات الصادرة بشأن التعامل المناسب مع أي سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر إن القوات المسلحة لن تتردد في استهداف أي سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر أو أي مكان تطاله أيدينا إن عمليات القوات المسلحة اليمنية ضد العدو الإسرائيلي لن تتوقف حتى يتوقف العدوان الإسرائيلي على إخواننا في غزة الباسلة جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال المعارك في شمال قطاع غزة جيش الاحتلال ذكر أن أثناء الاشتباك مع المقاومة الفلسطينية أصيب أربع جنود أيضا بجروح خطيرة في القطاع مضيفا أن حصيلة قتل الجنود ارتفعت إلى تسعة وأربعين عسكريا مع انطلاق العمليات البرية زعم مسؤولون أميركي مقتلى سبعة أشخاص في الضربات الجوية الأخيرة على جماعة المسلحة في سوريا المسؤول الأميركي قال أن الأشخاص قتلوا في ضربة أميركية على منشئة تدريب القرب من مدينة البوكمال أحدث خسائر مادية كبيرة مضيفا أن ليس هناك أي قتل من النساء أو الأطفال في الضربة تظاهر عائلات المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة من أجل ضمان إطلاق سراحي ذويهم مصادر محلية ذكرة أهالي الأسرى ووجهوا الانتقادات اللاذعة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بن يامين نتنياهو بسبب التماهل في ضمان الإفراج عن ذويهم في القطاع مضيفة أن الاحتجاجات ستستمر لخمسة أيام إذن مشاهدين الكرام وصلنا وإياكم إلى ختام هذه النشرة تذكير بأبرز عنوانها بعد إنهاء عضويتها الحلبوسي يؤشر مخالفات بقرار المحكمة الاتحادية والسيادة يدعو الاجتماع لممثل المناطق المحررة بعد قراءة مشروع تعديل قانون المفوضية البرلمان يرفع جلسته لإشعار آخر ومراكز الاقتراع تتجهز ليوم الانتخابات ضمن إجراءات خفض الدولار وصول أولى شحنات العملة للعراق واعتقال أخطر المضاربين والمهاربين تابعتم أيضا في نشرتنا لهذه الساعة اشتباكات ضارية بمحاور التوغل في غزة الاحتلال يقتحم مستشفى الشفاء وصواريخ بارستية يمنية تستهدف إيلات إذن مشاهدين الكرام قدمنا إليكم نشرة خبرية تفصيلية من قناة الرابعة شكرا لكم لحسن الأصغاء والمتابعة إلى اللقاء اشتركوا في القناة